مع نهاية الليلة الوثرية يبدأ المسلمون في البحث عن علامات ليلة القدر والتساؤل حول تلك الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر والبعض يعتقد أن ليلة 29 هي ليلة القدر وذلك بعد سقوط الأمطار فيها على معظم أنحاء البلاد ولكن هل بالفعل المطر من علامات ليلة القدر؟ هذا ما سنجيب عنه وسنوضحه لحضرتكم أيضا من خلال هذه التقطية نوضح أيضا العلامات الصحيحة والتي اتفق عليها الفقهاء ليلة القدر وذلك من خلال هذه التقطية أيضا حي أن الكثير من المسلمين تسألون هل المطر من علامات ليلة القدر ولكن لم يذكر الفقهاء أن العلامات أو علامة سقوط الأمطار من علامات ليلة القدر ولكن يستحب عند سقوط الأمطار الدعاء لله سبحانه وتعالى وفي ذات السياق أخبرنا الشرع ببعض العلامات التي تتميز أو تميز تلك الليلة فهناك علامات في ليلتها وعلامة بعد انقضائها أما بالنسبة للعلامات الصحيحة فأولها هي طلوع الشمس دون شعاع في صباح اليوم التالي أيضا تكون فيها السماء صافية وخالية من النجوم والشهب أيضا كما أنها أيضا تكون ليلة حارة ليست حارة ولا باردة عفوا ويكون القمر في شكل نصف الطبق وشمسها تطلع بلا شعاع لها كما تكون أيضا قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة وإنشراح الصدر فيها أكثر من غيرها وأيضا الرياح تكون ساكنة حيث لا توجد عواصف في ليلة القدر وفي هذه الليلة أيضا أو الليلة المباركة يكثر عدد الملائكة فيها كما يكون السلام والسكون في قلب المؤمن وبالطبع يقترب أو يتقرب المسلمون من العبادة والطاعات في هذه الليلة ويشعرون بالطمأنينة في القلب قد يرى أيضا البعض ليلة القدر في أحلامهم والحقيقة أنه رغم كثرة العلامات الصحيحة إلا أن هناك بعض العلامات المتداولة بين الناس يعتبرها البعض منهم على أنها دليل على أنها ليلة القدر أو ليلة التي تضربها تلك العلامة هي ليلة القدر ولكنها علامات غير صحيحة ومنها أولا عدم نباح الكلاب في إحدى الليالي أو ليالي العشر الأواخر من رمضان سماع صياح الديك بكثرة وأن تكون الأنوار سطع في كل مكان حتى في الظلمة من جانبها بالفعل أوضح الدار الإفتاء الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وهي أولا ليلة 21 رمضان وبدأت من مغرب يوم السبت 30 مارس وانتهت بفجر 31 مارس وظهرت السماء فيها مليئة بالغيوم خاصة من جهة المشرق والشمس وظهرت بها الشمس بأشعة وضع تنعكس على السحب حسب ما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماع في أكثر من مكان أيضا ليلة 23 رمضان وبدأت من مغرب يوم الثلاثة 2 إبريل وانتهت بفجر يوم الثلاثة 2 إبريل وليلة 25 رمضان وبدأت من مغرب يوم الثلاثة 3 إبريل وانتهت بفجر يوم الخميس 4 إبريل والتي بالفعل ظهرت فيها السماء الصافية وليلة أيضا 27 رمضان وبدأت من مغرب يوم الجمعة 5 إبريل وانتهت بفجر 26 إبريل وخلت فيها السماء من النجوم والشهب أيضاً ليلة 29 نمضان وبدأت من مغرب يوم الأحد 7 إبريل وقتها تفجر يوم 2-8 إبريل وظهرت فيها الشمس بيضاء بلا شعاع وكانت السماء صافية والشمس بيضاء أكثر من الليالي السابقة الحقيقة أنه أخيراً قال الدكتور محمد نجيب أحد علماء وزارة الأوقاف عبر قناة على التلفزيون أن الناس يحصرون ليلة القدر في ليلة 27 نمضان لافتاً إلى أن القيام في الليالي الأخرى يوم 21 و23 و25 و29 يوافق عبادة 83 عام أي ما يعادل عمر إنساني مشاهدين إلى هنا تنتهي هذه التقطية لمزيد من المتابعات والأخبار تابعونا على موقع صدر البلد تشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر